فمهما استطاع السالك ألا تصدر عنه حركة ولا سكنة إلا على سبيل العدل أي أن تكون تصرفات الإنسان من أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته كله على سبيل العدل والاستقامة لا ميل ولا شطط لا يصل إلى ذلك إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم يعجز الإنسان أن يصل إلى حد الأقوال التي فيها اعتدال ليس فيها الظلم والاعتداء على أحد ويصل إلى حد الأخلاق المعتدلة وبعض الناس يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب السلم نعم لكن كيف كان سلمه صلى الله عليه وسلم كيف كان صبره صلى الله عليه وسلم هل هو صبر ممدوح أو مذموم صبر على الضيم والصبر على الظلم والصبر على الذي يجعل الإنسان كأنه خانع هذا ليس بالصبر المحمود إذن خلاصة الأمر أن الإنسان مهما استطاع أن يصل إلى الأقوال والأخلاق والأحوال والسكنات والحركات التي فيها اعتدال بين طرفي الأمور المذمومة لن يصل إلى ذلك باجتهاده الشخصي والطريق هو في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم يفوز بالعدل في التصرفات ولذلك قال فمهما استطاع السالك أن لا تستر عنه حركة ولا سكنة إلا على سبيل العدل فهو اللائق به المعين على قصده ولا يصل إلى تحقيق الأمر إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإدراكات تقصر عن العثور عن وجه العدل في أكثر الحركات والسكنة فلا سبيل لذلك إلا من قبل الشارع صلى الله عليه وسلم وهذا مما يؤكد حكم اتباعي لآخر ما قال